بسم الله الرحمن الرحيم أضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق اللعد الأمين على آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم هب لنا قرة العين في الأهل والمال والولد وهب لنا قرة العين يوم القيامة بالنظر إلى وجهك الكريم أمسناك يومنا حر بلا كهرباء اللي عم اسمعوا الدرس على المباشر والجامعة ما في تكيف والحرارة قريبة من الأربعين أو ينقص بقليل داخل المسجد لكن برودة اليقين وطلب ما عند الله عز وجل يستحق أن نقف بين يديه وأن نتحمل والله يا أخوة الكرام نحن ما بذلنا شيء شو بذلنا في سبيل الله أمام أصحاب رسول الله أمام هؤلاء الفاتحين خير إن شاء الله يعني إذا وقفنا لنا بالصلاة يعني وعرقت ورجع على البيت وغير أوعيك وهي الزنوب هاي صدقوني زنوبنا هاي هذه يعني إذا كانت تنقضي بشيء من الحر مع المغفرة فيا مرحبا بالحر أسأل الله عز وجل للقبول سوف أمضي في خمس أيام من اليوم بشيء عملي وأنا أتحدث عن الأسرة وعن الأولاد أتحدث وأرجو الانتباه وأرجو أن نسمع بتمعن سوف أتحدث عن أساليب مجربة ناجحة في التربية من الآباء والأمهات باتجاه الأولاد عندك أولاد ما عم يزبطه معك شو بدنا نساوي سوف أدعوك أول وحدة إذا أردت أن تربي ربي باستعانة لحالك ما بتمشي الحال عود ابني عود والله خيلتوني استعين بالله لحالك ما بتحسين نحن بالصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين لا حتحسين على فظافته للولد ولا حتحسين على بعض الأولاد في عندهم ميوعة قل له يا رب استعين بك لذلك استعين وشتغل بإخلاص تربي بدي يكون في إخلاص أنا بدي ربي لأنه بدي يصير منيح لأنه بدي يعبد يعبد الله عز وجل حتى يدخل الجنة بدي يدخل الجنة أعمل بإخلاص بإخلاص وجد واجتهاد كل إنسان يجد ويجتهد هذا نصيبك الولد هو نصيبك بدي يجد ويجتهد أما أترك الأمر هيك لذلك الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها هذا من الاجتهاد الذي يبذله الأب والأم هل لا مثلا في قيم نحن عنا فوق بمركز قيم هنا في صلاة ترويح واليوم بثنا لكم عبر وسائل التواصل كيف تكون الصلاة طيب بدك تجد وتجتهد عندك ابن عمره خمس سنين عندك ابن عمره بنت عمره خمس سنين ست سنين بدك تجدي وتتعبي وتلبسيها وتأخديها حتى تحب بيها حتى تغرسي في قلبها حب الصلاة يعني الإيمان يعني بال بالإيمانيات اسم العقيدة كيف تغرس العقيدة هي أن تحبب الطفلة بطاعة الله عز وجل هل فتحوا على وسائل التواصل وشوفوا إمام صلاة وعبادة ويعني أحاديث وسيرة نبوية وشيء من الترفيه هذا يحتاج إلى جد وإجتهاد وقبل إلى استعاني يا رب ما بحسن أنا أنت يعيني أعطيني القوة أعطيني الصبر على التربية اتنين دعاء هذا بلسم يا ربي أصلحهم يا ربي هدئ من روعه شاب مراهق بنت مراهقة بلش تروع الجامعة بلش تتغير إيش أبرق شو برقي لمن إلى الله يا رب يا رب هو الدعاء مهل بيكون كمان لا يكون وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم هون الدعاء الدعاء هو بطن أمه والدعاء هو بالإنداء والدعاء وهو يمشي والدعاء وهو يكاغي والدعاء هو عمره خمس سنين أعطيكم أنا يعني مراحل ما من نجزئ المراحل لأنه رمضان ليس هناك وقت أصبح تستعين وتجد وتخلص لله عز وجل الدعاء الثلاثة جنب أولادك مساوي الأخلاق جنبهم أي شيء بتعرفه هو منافي للأخلاق بتعد عنه وإياك أن تكون قدوة لا تكذب لا تكذب أدام منهم كن إماما في الصدق أمامهم لا تدخن أدام منهم حضرتك بتوليت بالدخان جنبهم مساوي الأخلاق أيضا عطيت عليها درس وهي عنوان حببهم بمكارم الأخلاق خلي عندهم مصطلحات وأنا حكيت من شيء ثلاثة أربعة خمسة دروس ما أدري يجب أن يكون هناك في جعبتك في أشياء مفصلية هاي مبين أنه الإنسان مربه شون واحد عطس بيقول له لما يسمع الحمد لله يرحمكم الله الله عمه من علموها أبو 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 علموها هذا هذا من تعاليم ديننا ديننا أسلامنا الحنيف علموا كيف يحترم الكبير كيف يبدأوا بالسلام كيف يبتسم إذا سلم هذه قواعد ناجحة في التربية نحن ما بنعطيكم قواعد كثير لأنه كثرة الكلام ينسي بعضه بعضه أربع فقرات اليوم حعيد أول واحد يستعين بأله هل الواحد إذا كان فيه موسافقة ما بيستعين بصديق نحن بنستعين برب العالمين يا رب بالسجود يا رب نين جد يعني أد ما بتحسن جد ولاد تلكم في أمهات بتجي على دورة القرآن بتستنى يعني أولادها هذا جد جد واجتهاد في التربية نين الدعاء تدعيله بالصلاة تدعيله والدعاء يفعل الأعاجيب الدعاء يفعل الأعاجيب هناك مئة آية في القرآن الكريم كلها دعاء ولو لم يكن الدعاء بهذا الدعاء بغير الكون الدعاء والقضاء يعتليجان في السماء نازل قضاء طالع دعاء حتى يغلب الدعاء القضاء بصير أنا بعرف أولاد كانوا مشايبين آبائهم مشايبين رسمي يعني يعني هذا غسيل إيدك منه زلم خلاص صدقوني هذا الشاب أعرفه داعي إلى الله خطيب جمعة مميز كل ما يشوفني يعرفني أنا بعرف القصة يقول لي الله خليلي أبي اللي أخذ بيدي كنت هكذا فصيرت هكذا صبر ابنك بصير كانوا يعلمون بيأكلوا فول وبرجعوا للأصول لأنه شو الفول منبته منبت حسن جنبهم جنبهم مساوي الأخلاق أي شيء هذا شغلة مفتوحة تعرفوها أقل شيء لا تكذب منه لا تساوي شغلة يعني إذا كان أب لابس بالبيت قدام أولاده الأبن شو بدأ لابس خلاص الأم إذا كان تلابس قدام بناتها تعرفون البنت شو بدأ تلبي إذا الأم عم تحط صور على الفيسبوك لها ما لا ما في حشمة البنت شو بدأ تصير طب الجرة على تمها هيك بيقولوا في الروايات الكلامية تطلع البنت لمين لستة ما لأمها دين حبيبهم وعلمهم الآداب المكارم الكلمات اللي فيها يعني يعني مثلا فايت على مجلس عزاء أعظم الله أجركم علموا ياها أعظم الله أجركم غفر الله لفقيدكم كلام هذا من وين جايبوا من وين من عند رفيقه تبع الفيسبوك هدول الفيسبوكيون والواتساطيون والتليجراميون ما للشباب للشباب للبنات للذكور وللإناث هذا هو المسجد المسجد هو بيت العلم لذلك أنشئت قيم وأنا أتمنى منكم يعني رقم واحد على وسائل التواصل هو هذا المركز والله هذا المركز هو عطاء من الله عز وجل لدمشق الشام و لكل البلد ولكل البلدان حتى يصير عندهم كمان مراكز مثل هذا المركز لأنه إذا كان على صلاة الفجر عم يجيب الشباب اليوم ميتين وخمسون وعشرين شاب على صلاة الفجر هدول مين بدي يجيبون هو الله بيجيبون بتجيبون التربية والتوجيه الحسن من الآباء ومن العلماء ومن الواعظين ومن المرشدين ولو كانت الكهربة مقطوعة لكن قلوب لها نور تأخذه من علام الغيوب من نور السماوات والأرض أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقذولين حقيقة أنه نحن مسرورين بوجودنا في بيت الله عز وجل في رمضان لو كان الحر والله يا أخوان الكرام تلكنا هي حالة نادرة حالة نادرة ربما لا تكرر أسأل الله أنه السنة الجاي يعني يكون الفرج يعني قد حل علينا وذهبت عننا هذه الأكدار وهذه الأحزان حالة نادرة على وجه الأرض أن يصلي المسلمون صلاة التروي هم يكون في تكييف حالة نادرة لأنه ما في بلد ما فيها كهربا مستحيل بلد ما فيها كهربا مستحيل خاصة في المدن لكن نحن في كهربا ولا ما في كهربا نحن نعبد الله نعبد الله نعبد الله عز وجل الذي أكرمنا وأعطانا العافية والصحة لك يا أخوانا الكرام بس بد يزيد دقيقة هلا حيجي يوم أسأل الله أنه ما يجي حتمرض حتصلي ببيتك حيجي يوم ما تحسن تمشي على الجامع وتصلي ببيتك حيجي يوم ما تحسن تركع حتصلي ببيتك هلا أنت شاب صلي راكعا ساجدا أنا بعذر بعض الأخوان الكرام راحين عندهم انتحانات الله يفتح عليهم ونجحهم أما الباقي ما في نحن جالسين ورابصين إن شاء الله وإن شاء الله نطلب الأجر والمدد من الله وأنا رأفة بالأخوان الكرام وأنا حاسبها الذي لا يحسبها لا يسلام حاسبها عندي أجزاء لقدام قاطعها عندما أرى في حر شديد بقرة نصفها رمضان لماذا شادد عرفان شايف الطقس وشايف الموجة اللي بدأ تيجي شايف نور الشام اللي بدأ تيجي والعشر الأواخر عندنا تهجد نبلش تنتين لربع تنتين يعني نضبط الأمور الإنسان لازم يكون عنده توازن أسأل الله لنا ولكم القبول إلى صلاة الترويح ترجمة نانسي قنقر